مشاهدينا مشاهدي تقس العرب أصعد الله أوقاتكم بكل الخير إليكم هذه النشرة التوضحية لآخر مسجدات العاصفة المدارية أو الإعصار لبان بحسب آخر صور الأقمار الإصطناعية التي تشاهدون أمامكم فإن الكتلة السحبية المرافقة لهذه العاصفة لبان قد تطورت بشكل لافت خلال الساعات القليلة الماضية ليلة الثلاثاء على الأربعاء تجمعت هذه السحب مع بعضها البعض هناك حركة دورانية واضحة بشكل كبير وأيضاً أهم شيء بدأ ظهور عين لهذه العاصفة مما طبعاً يعني بأن هناك تطور على الأقل إلى إعصار من الدرجة الأولى ننتظر آخر الرصدات الصباحية من المناطق القريبة من هناك والرصدات التقديرية عبر الأقمار الإصطناعية التي تدل على مدى قوة هذا الإعصار إما من الدرجة الأولى أو في أواخر الدرجة الأولى لكن بناء على ما سبق فأن ظهور عين الإعصار يعني ذلك وصوله إلى درجة الإعصار وانتهاء فترة العاصفة المدارية وتطوره بشكل كبير وطبعاً واضحة برصور الأقمار الإصطناعية ذلك من الحركة الدورانية القوية التي تحدث على الإعصار وطريقة تحرك السحب بشكل كبير الآن وبشكل واضح وأيضاً ازدياد كثافة هذه السحب على مرء الوقت وتجمعها مع بعضها البعض حتى إن نظرنا يعني بشكل واضح وجود هذه العين الآن في منتصف الإعصار وتأتي طبعاً كنتيجة لهذه الحركة الدورانية وأيضاً الإعصار يعني يأتي الآن أصبح نوعاً ما أقرب إلى السواحل العمانية نتواجد الآن في منطقة شمال المحيط الهندي تحديداً في منطقة بحر العرب ونتحدث الآن طبعاً أكثر عن حركته التي هي نوعاً ما مثيرة للجدل فبعض النماذج المستتشعر حركة هذه الإعصار إلى الشمال والشمال الغربي أخرى تحرك باتجاه مناطق خليج عدن وتدخل هذه العاصفة إلى مناطق داخل خليج عدن ومن ثم تموت وتنتهي في تلك المناطق أو هذا الإعصار وآخرين حتى هناك حركة بطيئة جداً إلى الشمال الغربي وبعض النماذج الأخرى تحاكي بأن هذه العاصفة وهذا الإعصار سيكون من الدرجة الأولى أو الثانية ويدخل في المناطق الحدودية المتاخمة لما بين اليمن وسلطنة عمان نأخذ على سبيل المثال هذا المركز الجوي الكندي يحاكي هذا الإعصار يتواجد هذا الإعصار الآن في هذه المنطقة من المتوقع بمشيئة الله تعالى بحسب هذا المركز أن يتحرك هذا الإعصار ببطء شديد نحو الشمال والشمال الغربي على شكل عاصفة مدارية ليس إعصار وتداهم وتدخل المناطق الساحلية من اليمن لتكون المناطق السواحل الجنوبية من سلطنة عمان بعيدة عن التأثير المباشر لهذه الحالة البدارية إنما تقتصر عليه طول الأمطار بينما يكون التأثير المباشر في منطقة السواحل الجنوبية لليمن وطبعا كما يشير هذا النموذج لاحقا يموت هذا الإعصار مجرد دخوله إلى داخل الأراضي اليمنية نموذج جوي آخر هو من المركز الألماني هذا نموذج يستشعر بداية وجود هذا الإعصار بشكل صحيح وتحركه إلى الشمال والشمال الغربي هذا النموذج يتوقع اشتداد الإعصار إلى الدرجة الأولى أو ربما الثانية ويتحول إلى إعصار من الدرجة الخطيرة ويقترب بشكل مباشر من سواحل السلطنة الجنوبية ليدخل لاحقا إلى منطقة صلالة بضربة مباشرة تشابه تلك التي ضربت تشابه ذلك الإعصار ميكونو الذي ضرب في شهر 5 مايو أيار الماضي ويدخل هذا الإعصار ومجرد ما يقترب من السواحل كدرجة أولى أو ثانية يدخل إلى المنطقة الحدودية اليمنية العمانية المتاخمة هناك يجلب كميات هائلة وكبيرة من الأمطار تفوق 300-400 مليمتر مع رياح طبعا شديدة وهوجاء تصل إلى أكثر من 150 كم في الساعة هذا من إحدى المحاكيات أيضا المركز الأمريكي يتوقع أن يتحرك هذا الإعصار يتحول إلى إعصار ومن ثم درجة أولى أو ربما ثانية ويتحرك بانتظام نحو منطقة ومدينة صلالة يصل هذه المدينة تقريبا يوم السبت ويتحرك بمحاذات السواحل وهنا يعني يعتبر هذا السيناريو الأكثر خطورة كون أن الإعصار عندما يصل إلى اليابسة تحديد إلى منطقة صلالة لا يدخل إلى داخل اليابس إنما يتحول في حركته إلى الغرب ويصبح يعني يتحرك بمحاذات الساحل وهذا يمنع الإعصار من التلاشي والموت لأنه طبعا في العادة عند دخول الأعصير إلى اليابسة تموت الأعصير لأنها تفقد الخصائص الإعصارية وتفقد القوة التي تحولها الإعصار وهي بدرجة أولى المياه الساخنة التي متواجدة في عرض البحر ومجرد ما يدخل الأعصير إلى اليابسة يفتقر هذا العامل وبالتالي يضعف ويتحول من الإعصار إلى عاصفة مدارية ومن ثم إلى منخفض مداري ويتلاشى بسرعة لكن ما يحصل في هذا السيناريو بأن مجرد ما يصل هذا الإعصار إلى سواحل السلطة الجنوبية حيث مدينة صلالة يتحرك إلى الغرب لا يكمل حركته الشمالية إنما يتحرك بمحاذات الساحل وبالتالي لا يموت ويستمر ويبقى ربما ينخف الدرجة من الإعصار درجة ثانية إلى أولى أو من درجة أولى إلى عاصفة مدارية ولكن يبقى بشكل طويل نسبيا هذه الخرائط تقريبا من تأثير الإعصار على مدينة صلالة يبدأ من فجر يوم الجمعة يستمر هذا التأثير حتى ساعات يوم السبت مساء وهذا طبعا نوعا ما سيناريو خطير لأنه يجلب كميات كبيرة جدا من الأمطار ورياح الشديدة جدا والتي تستمر لفترة طويلة نسبيا بحسب هذا المركز أيضا لو أخذنا نظرة على يعني ما هو بشكل عام المسارات المتوقعة يعني كما نلاحظ جل هذه المسارات تتحرك باتجاه الشمال الغربي يعني الإعصار متواجد في هذه المنطقة يتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الغربي وهناك إجماع في العديد من النماذج بأن الحركة هذه ستؤدي إلى دخول الإعصار إلى المنطقة الجنوبية من اليمن في الساحل الجنوبي والجنوب الشرقي من اليمن بالتالي لا يعني ذلك بأن المنطقة الحدودية بين سلطنة عمان واليمن ومدينة صلالة بمنأة عن ذلك بالعكس هناك يعني هذه المسارات تؤدي وتشير إلى أن هذه المدينة ستتعرض لكميات كبيرة من الأمطار بالعادة الجزء الشرقي والشمال الشرقي من الإعصار يكون يعني محمل بكميات كبيرة جدا من الأمطار أحيانا تكون أكثر من الجزء الغربي منه فبالتالي هذه الحركة لهذا الإعصار قد يعني تعني نوعا ما بأن مدينة صلالة تكون ليس بمنأة عن الأمطار الغزيرة الشديدة بالعكس ربما تكون أمطارها شديدة جدا ولكن الرياح والضربة المباشرة تكون في هذه الحالة على المنطقة الجنوبية الشرقية من الأراضي اليمنية وبالتالي يعني كما نلاحظ هنا في هذه الصورة على سبيل المثال وجود هذا الإعصار في هذه المنطقة ظهر يوم الجمعة يكون الإعصار مقابل منطقة عمال مثلا هذا هو المركز البريطاني وثما يتحرك هذا الإعصار فجر السبت ويصل إلى درجة متقدمة ربما درجة ثانية بالقرب من منطقة أو مدينة صلالة وعندما نصل ظهر يوم السبت يشير هذا المركز إلى سيناريو مشابه للمركز الأمريكي بأنه يتحول إلى الحركة الغربية بالمنطقة القريبة من السواحر وتكاد تكون هذه الحركة الأخطر إن حدثت كون التأثير يمتد لفترة طويلة حتى نلاحظ يوم الأحد فجرا ليدخل الإعصار في المنطقة الحدودية ما بين اليمن وسلطنة عمال يعني بشكل عام هذه السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة هذا الإعصار معقد من ناحية الحركة كونه يواجه رياح شمالية شرقية قادمة من الجزيرة العربية تجبر حركته أن تذهب أكثر باتجاه الغرب والشمال الغربي الحركة الطبيعية كانت من المفترض أن تكون إلى الشمال لكن وجود هذه الرياح الشمالية الشرقية تؤدي إلى انحراف مصاره إلى الغرب والشمال الغربي فبالتالي يجب متابعة صور الأقمار الإصطناعية أولاً بأول حتى نستطيع معرفة تطورات هذا المصار مصار الإعصار جزء مهم جداً من معرفة مدى تأثيره لكن معظم المؤشرات تشير إلى أن الإعصار الآن سيتحرك باتجاه الشمال الغربي ومدينة صلالة على أبعد تقدير لن تكون بمنأة عن ضربات مباشرة لهذا الإعصار إنما ستتعرض لأمطار غزيرة ورياح قوية لكن الضربة المباشرة قد تكون الغالب في المنطقة الجنوبية الشرقية لليمن المركز الأوروبي واحد من أفضل المراكز في التنبؤات والمحاكات الغلاف الجوي يتوقع سيناريو مغاير تماماً ومختلف عن ماقع النماذج يتوقع أن يتحرك هذا النموذج يتحرك هذا الإعصار عفواً بمحاذات خليج عدن ويدخل وربما يضرب جيبوتي ومنطقة شمال الصومال وجنوب اليمن وتكون منطقة صلالة وكامل الجزء الجنوبي من سلطنة عبان بعيدة عن ذلك ولكن هذا مجرد فقط رأيي من أكثر من أراء مختلفة للماذج مختلفة طابطت أوقاتكم وسنتابع معكم أولاً بأول آل